تعالوا الروح لزمالتنا العزيزة روزان نصر هي متوجدة حاليا في مقر جريدة الشروق عشان تقول لنا على آخر المستجدات في عالم الصحافة الرياضية روزان صباح الفل عليك يتفضل صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة الشروق هنبدأ فيها بخبر من موقع يلا كورة الأهلي يعلن استكمال مناقشاته مع موسيماني فور عودته لمصر ناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر برنامج زوم بيتسو موسيماني المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة طبعا بالفريق وعبر بيان رسمي صادر اليوم إلى أن الاجتماع جاء في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي برئاسة ياسيم منصور وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط التي تضم كل من محسن صالح وزكريا ناصف والبيان كان بالتنويه أنه لم يتم استكمال الأمور في اجتماع اليوم لحالة الصحية لبيتسو موسيماني وأفاد أنه سيعود للقاهرة يوم الجمعة المقبل لاستكمال المناقشات استعدادا طبعا للمرحلة المقبلة من موقع اليوم السابع منتخب مصر يخوض الميران الوحيد والأخير اليوم قبل مواجهة إثيوبيا يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ميران الوحيد والأخير استعدادا لخوض مبارات الغد أمام إثيوبيا في الجولة التانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بكوديبور ويشهد طبعا ميران مشاركة جميع اللاعبين من الجهازين فقط حيث شارك محمد الشنوي في تدريبات الجماعية قبل الصفر بجانب إثنائي أحمد رفعت وباهر المحمدي بعد طبعا استدعاهم للمنتخب بينما يتم إعفاء محمد صلاح ومحمد النني ومحمود ريزيجي من الصفر للإصابة كمان ما زالت النية لدى الجهاز الفني لاستمرار مشاركة محمد أبو جبل في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام إثيوبيا غدا من الشرق الأوسط الجزائر ومصر من دون محرز وصلاح لمواصلة التقدم على حساب تنزانيا وإثيوبيا يسعى المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى تأكيد استعادة التوازن عندما يحل ضيفا على تنزانيا اليوم في الجولة التانية من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات أمم إفريقيا والتقى طبعا المنتخبات الجزائري والتنزاني في دور المجموعات في مصر عام 2019 وفاز الجزائر بثلاثية نظيفة في طريق إلى اللقب القري الثاني في تاريخه أخيرا من موقع الشروق أمني يواصل صناعة الفارق مع منتخب السنغال حق منتخب السنغال فوز قاتل على رواندا بهدف دون رد وتمكن ساديو ماني من تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل ضايع من ركلة جزاء ليخطف ثلاث نقاط غالية لمنتخب السنغال كمان رفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في صدار الترتيب المجموعة الـ 12 كمان منتخب السنغال حق انتصار غالي بثلاثية دون رد في مباراة الجولة الأولى وسجل ماني هترك في تلجا المواجهة دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من جريدة الشروق بشكركم وعودة لكم مرتا ده إحنا اللي بنشكرك يا روزان شكرا جزيلا على دي التغطية الصحفية المتميزة صباح الفل عليك من المواضيع المهمة كريم اللي تكلمت فيها روزان هو طبعا الاجتماع الخاص بك كابتر محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بك بيتسو موسماني والأهلي أعلن كان فيه بيان قبل الاجتماع تقريبا بساعات قليلة قال إنه هو حيلتقي بموسماني خلال ساعات وابتدت بقى الأجواء والتحاليل والحصري عندي والحياة اللي زي كده تطلع وقال لك إيه اللي حيحصل ويعرف إيه اللي حيحصل في اللقاء وغيره يعني ما فيش ده لقاء طبيعي جدا دار وحيستكمل في العودة أو عند العودة إن شاء الله عودة يعني مرة تانية لأنه زي ما حضراتكم عارفين موسماني برضو إلى حد كبير زي ما الخبر تقال هو كان يعني مرهق أو تعبان على كل حال ده الخبر وده الحاجة اللي طلع من النادي الأهل غير كده أعتقد أن احنا مش مفروض أصلا نلتفت يعني مش عارفة ليه حصلت ضجة قبل الاجتماع كل مرة كل مرة كده كل مرة بكيه اللغة حوالي الموضوع ما تحصل أي حاجة ما ستعتبرني ده إشارة للحاجة معينة ولو في أي إشارة يا كريم ده بيصدر من النادي الأهلي من مصدر موثق المصدر الأساسي لكن أي شيء تاني معلش ده ملوش أي أساس من الصحة